قبل ما يبدو المقطع يا حبايب اتمنى هذه المرة ما تخذلوني راح احطونكم رابط قناة بالوصف اتمنى من الكل يروح يشترك بيها القناة صراح تقدم محتوى جدا جميل ولكن لاسف الدعم علي جدا قليل فاتمنى من الكل يروح يشترك عدها وتقريبا نوصل ل5000 ويلا نبدو المقطع الخبر الاول اللي عدنا عن جلال اللي هو اخو نارين بيوتي وتسريبه لاغنية نارين بيوتي جديدة فجلال نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري واللي كان كاتب بي سربت اغنية نارين جديدة راح تقتني وحط جزء بسيط من اغنية نارين جديدة ومن الواضح ان الاغنية نارية راح تقوم هذا الستوري شوفو فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم باللي سمعتوا جزء من الاغنية الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فاول يوتيوبر اللي عدنا هو ريدر واخيرا راح ينزل المقلب اللي سوا بياسو فريدر نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي كاتب بي مقلب بياسو اللي حينزل الساعة بالاربعة على قناة ريدر اما اليوتيوبر الثاني فهو نور مار فنور نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي وهو داخل تصوير الفيديو اللي راح ينزل لنا يوم الثلاثة اللي راح يكون تحكم البنات بالشباب اللي هو من المتابعين تطلبوا هذا الفيديو وصار لهم دينتظروه من فترة حطوكم هذا الستوري شوفو جل هذه الحالة من داخل تصوير فيديو الشباب يتحكموا ببنات هذه الفيديو كان البنات يتحكموا بالشباب والشباب يتحكموا بالبنات والانتقام فخليكم جاهزينهم تلاتة راح نزلكون يا الفيديو خرافي اما اليوتيوبر الثالث فهو محمد مار فمحمد نزع على حسابه بلاي انستجرام هذا الستوري واللي شاحط بي صورة للفريق وكاتب عليه هل خلصت مونتاج الفيديو اللي راح يكون تجربة جديدة ولكن المقطع يفرط من الضحك فانتظروا الفيديو راح ينزل الساعة بالاربعة بتوقيت تركيا واللي هو تقريبا ساعة بالستة بتوقيت العراق اما اليوتيوبر الرابع فهي أسو فأسو نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي حاطة بي بعد 20 ساعة راح ينزل مقطعها الجديد وحاطة المقطع نار فالمقطع راح ينزل على اليوتيوب الساعة بالسبعة فاكتبوني يا حبايا بالكومنتات المينو متحمسين بين هذو الاربعة مقاطن الخبر الثالث اللي عدنا عن مريانا غريب وهل راح تترك فريق فافنابولي او لا فمريانا نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري واللي شادت تقول بي انه هي حاليا كلش نعسانة ولكنها منامت لان شادت منتج مقطع حزين وحيكون مؤثر فهواء من الاشخاص صاروا يتوقعون الممكن يكون المقطع الخروج من الفريق او هيتشي وخاصة انه هي فتحت قناة جديدة رغم انه هي قالت انه هذه القناة ما راح تأثر على قناتها الاولى عليكم راح اطلكم هذا الستوري وفسروا من عدكم صباح اخي قاس كيفكن متعودين علي انيرجي وكذا بصر تصار 8 ونص وانا لحد الان مو نايمة كنا عم نشتغل على فيديو اليوم حينزل عالساعة اربعة هذا اهم فيديو حيكون بالقناة يلاك تعمل انه هذا حيكون اهم فيديو بالقناة فعالساعة اربعة بتوقيت تركية حيكون الفيديو موجود بقناتي الاساسية مريانا غريب فالفيديو كتير يعني كتير مؤثر وكتير بهمني وكتير شي فاكتبونا يا حبايب بالكومنتاج شون تتوقعون وخلونا ننتظر المقطع ونشوف ش راح يصير الخبر الرابع اللي عادنا عن برهوم المعراوي ومشكلتة ويه السحس فما يعرف اللي صاير فسحس ننزل على حسابه بالانستغرام هذا المقطع واللي كان دياكل به نوعا ما بطريقة مقرفة فبرهوم المعراوي نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي حاط بي مقرع مال السحس وكاتب عزيزي سحس حتى الهمج والمتخلفين ما يكلوا بها الطريقة ارحمني ارجوك قرفة البرغر وبس يا حبايب هل تشوفون انه برهوم اتهام السحس بالهمجية وبالتخلف من باب المزح او كان فعلا يقصده او لا الخبر الخامس اللي عادنا عن تهجم المتابعين على بي سان اسماعيل بسبب هذا المقطع اللي نزلته فبعد ما كانت حاضرة اسم نارين بيوتي من التعليقات ولكن هرجعته اتفجرت التعليق عن بي سان اسماعيل بالاشخاص اللي يقولون انت تتقلديين نارين بيوتي بالعنوان فاللي ما يعرف شنه اللي سير فالنارين اساسا منزله مقطع قبل اسبوع كاتب قصتي مع الجن في الفندق وبي سان تقريبا مين يومين نزلت هذا المقطع وكان بيه تقليد كثير كبير للعنوان من نارين رغم ان العنوان اساسا كان يكليك بيت تمنى يا حبايب بالكومنتات هل بي سان تستعقد تهجم او لا وهل هي فعلا قلدة نارين او لا يعني اعلى الليلة اذا بدكت قلديني يعني اذا بدكت قلديني خديلك شوية وقت يوم يومين ثلاثة خديلك اسبوع بعدين صوري مو تاني يوم يا نارين ما بيصير وبس والله يا حبايب قالوا من انهي مقطع يا حبايب متل ما قلنا القناة بالوصف اتمنى من كل يرح يشترك بيها وبس شانا كفائزة مقاطع منك القصص ومع السلامة